نهاردة معينا درس او صفات الاشارة. خلاص اتعودنا عن كلمة معناها صفات. طبعا كلمة غريبة بنسبلنا كلغة عربية لان هي عندنا اسمعها دمائر الاشارة. بس هي في الفرنس هي يعني صفات. هنشوف ايه دمائر الاشارة. الآن لن تعطي البطريقة بين القناة. بعد ثم بيوتادر ستقدمت من قليل المطورة. دليل مطارس ofر. أقول هنالك بانس عرادل من القناة. سي. سالك. 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 سالك بالله. سالك بانس مصحنا. سالك. سالك بانسللي. سالك بانسللي. بقول إن سو الادكتف ديمانستراتف سفط الإشارة سو بستخدمه قدام الاسم المزاقر المسكولين اللي بيبتدي بقنصن عندي إجزامل سو لفر هذا الكتاب سو لفر كلمة لفر كلمة مسكولين في الفرنسي كلمة مزاقر في الفرنسي وبتبتدي بي ويا سي جو لتليز كلمة مسكولين كمانس بارين سي باقا بستخدمه دامي الاسم المسكولين المزاقر المفرد اللي بيبتدي بفر كلمة ستار ستار والصوت التى أنا سمعته اللي عملت حقا اسمها ليزام في النطر اللي هو شباك التى مع الويل اللي بعدية اللي هو حرف اللي هو حرف اللي هو داني ستار هزيه شكرا داكار طيب أما كلمة ست 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 السنة هزيه السنة ست ميزون هزا المنزل طبعا احنا خلاص عرفنا من بدري وحفظنا ان الكلمة مش عشان هي مفرد مذكر في الفرانسيه دي بقى نفسي حكاية مذكر في العربي لأ في كلمات هي في العربي مذكر في الفرانسي هي معنزة كلمة ميزون. المثال اللي قدامنا هو كلمة ميزون. كلمة ميزون يعني منزل البيت. كلمة منزل او بيت في اللغة العربية كلمة مذكر. لكن كلمة ميزون في الفرانسي كلمة في ميناء. معنز. دكار. اما الادكتيف سي. اما الادكتيف سي. ده للبلوغيال للجمع. للجمع. اسم اشارة او صفة اشارة. باستخدمها عشان اشير لحاجة جمع. سواء كانت الحاجة الجمعة دي مذكر. ماسكولان او في ميناء مؤنز. كانت بتبتدي بحرف في المتحرك او حرف قنصان حرف سيك. الامثلة اللي عندي بتقول ايه? يعني هؤلاء الايه? ده كلمة ايه? ماسكولان مذكر في في الجمع. هزي الاشجار. دكار? سي بورت. هزي الابواب بورت. كلمة بورت في الفرانسي. كلمة مؤنس. مش جمع. لما باردون مش مش مذكر. كلمة مؤنسة في الفرانسي. سي زاباي. ابي اللي هو النحل. سي زاباي. دي كلمة في ميناء في الفرانسي. كلمة مؤنسة بتبتدي بفاي. طبعا عزينا حل بق مع بعض فرازات. عشان نستخدم فيها لزادكتيف ديمونستراتيف ونتأكد ان احنا فهمنا استخدامهم صح. الكسشون عندي بتقول ايه? كمبلات الفراز افاك انا دكتيف ديمونستراتيف. اكمل هزي الجمال با دكتيف ديمونستراتيف مناسب. اول فراز بتقول ايه? امفان اي منامي. الطفل ده صديقي. اي منامي. طيب كلمة امفان فيها اس في الاخر? لا. يبقى مش استخدم لها. الادكتيف ديمونستراتيف تال بلو غيال. طيب كلمة امفان بتبتدي بفايال. دي اول حاج. دانية حاج. هل كلمة امفان دي كلمة مسكولية ولا فميناء? دي كلمة مسكولية. كلمة مذكر وبتبتدي بفايال. يبقى هولا سيه. سيت امفان اي منامي. طيبا انا سوط التبيت نطي عشان عملت اللي زون في النط. شبك تدتي مع اي وانا بنتره. فراز اللي بعديه بتقول غارسان ايه من وخير. الولد ده اخويا. تال. غارسان كلمة مسكولية كلمة مذكر. وما فيهاش اس مش مو غيال مش جامع وما بتبتديش بقانس. وبفايال بي تبتديب كنسون يبا أولي سه جارسون طيب الهجمпل اللي باعده بيولي أغبغه أغرو أغبغه أغرو شغرا دي دخما هايزي شغرا دخما أغبغه أيواب تبتديب إي بحرف ويال يبا أستخدم أني أدكتف ديمonstратيف ليا أستخدم سي أغبغ تبتديب ويال و أغبغه إي كلمة مسكونا مذكر الفراز اللي بعدها بتقول روى إي غن صن جانتي المالك والمالكة إي جانتي ناس لطوف مهزبين في تعامل روى دي كلمة إي مسكونا غن دي كلمة فمينا غوى بتبتدي بي كنسون وهي سنجلي مش جام هقول إي سه روى غن ده الفمينا بتاع كلمة غوى ده المؤنس لكلمة غوى وبتبتدي بي كنسون كده كده في الدكتف ديمونستراتي في الكلمة الفميناة مش هتختلف سواء بتبتدي بي كنسون أو مهزبين مادم هي سنجلي هقول إي ساتر ساتران يبقى سروى يساتران طيب الفراز اللي بعدها بتقول إيه عايزين ناخد بالنا إن كلمة تابي ده من الكلمات القليلة في الفرانسي اللي وهي في المفرد أصلا بتنتيب حرف الأس يعني حرف الأس هنا في كلمة تابي مش عالمة جامع وفي فيديوهين على القناة لموضوع الجامع الاسم والكلمة في اللغة الفرنسية وعلامة الجامع في آخر الكلمة بيقول فيها إيه؟ أو بحط حرف إيه؟ اللي هو الأس أو الإيكس وطبعا فيه أحكاية إن الكلمات اللي أصلا مهي في المفرد بتنتيب الأس الكلمات دي هتلاقوها في الفيديوهين موجودين طيب إيه كمان اللي بيأكد لي إن هنا كلمة تابي مش جامع الفرب بتاعي الفرب بتاعي الفرب إيه؟ الفرب أتر الفرب أتر دي تيجي مع مين؟ مع إيل أو ألم؟ من غير أس حاجة تانية الأدكتيف بتاعي الصفة بتاعتي اللي هي بو برضو خدنا البلوريال بتاع الأدكتيف هتلاقوه موجود فيه فيديوهين عن البلوريال بتاع الأدكتيف بو من ضمن الأدكتيف لما في البلوريال بيأخذوا علامة الجامع إكس فبو لآخرها أس ولا آخرها إكس فكده كده الجوم لدي كلها إيه؟ في السنجولي مش في البلوريال وتابي لا سجادة كلمة إيه؟ ماسكولان في الفرنسي فهقول س ستابي إيه بو هذه سجادة جميلة الفراز اللي بعدها بتقول أم سان فرانسي هؤلاء الرجال فرانساويين طيب أم دي كلمة إيه؟ ماسكولان بغاو دي كلمة مذكر ماسكولان بس فيه إيه في الآخر؟ فيه أس فكده هقول إيه للبلوريال؟ هقول سيزام سيزام سان فرانسي و جبت منيه صوت سيزام الزام دي لأن حرف الأش ده حرف في ويال حرفه متحرك في فرانسي عملت الليزام في النط فبقت سيزام آخر فراز معايا بالنسبة للدرس ده شات أمجغ هزي القطة ضئيلة الحجم طيب شات ده إيه؟ في ميناء وسينجولي مافيش قص في الآخر هقول إيه؟ سات شات أرجو كده أن يكون الدرس بقى واضح وبرضو بفكركم إن فيه فيديو تاني قديم على القناة لنفس الدرس اللي هو لذات كتيف دي موس خاتيف مرسي